اعلن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية الذي يهدف إلى تحصين الأداء الحكومي وتعزيز رضا العملاء اعلن الوصول لنتائج الأخيرة من الدورة الرابعة لعام 2023 هذا وشملت نتائج برنامج تقييم 71 مركزا حكوميا حصل 18 مركزا منها على الفئة الذهبية وستة مراكز حصلت على الفئة الفضية منذ تدشين برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية ووصولا إلى الدورة الرابعة يؤكد البرنامج حرص حكومة مملكة البحرين في كافة مساراتها التنموية على تكريس سياسة التمييز في الانتاجية والتي سعت إلى تحقيقها في جميع مؤسساتها وعززت هذا التوجه بإرادة معزيمة لتمكين المراكز الحكومية لدى الجهات بالمملكة من تقديم أفضل الخدمات بأسرع وقت ممكن والحصول على خدمات حكومية بأعلى درجات من الكفاءة والفاعلية وتعتمد مراحل التقييم على معايير تضعها اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها بأعضاء ذوي خبرة ميدانية في العمل الحكومي للإشراف العام على عملية التقييم بالإضافة إلى جولات ميدانية تقوم بها اللجنة إلى مراكز الخدمة الحكومية وتقديراً للجهود المبذولة للجهات الحكومية التي تحظى بتكريم مراكز خدماتها من قبل برنامج تقييم وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمواصلة مسارات التطوير وتعزيزها بروح الابتكار الذي يرسخ التمييز والكفاءة في الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين وحثى كافة مراكز الخدمة الحكومية على التنافس من أجل تقديم خدمات حكومية متميزة تلبي تطلعات المواطن في الحاضر والمستقبل وفي هذا الصدد وصلت الدورة الرابعة من تقييم مراكز الخدمة الحكومية إلى نتائجها الأخيرة والتي شملت 71 مركزاً حكومياً حصل 18 مركزاً منها على الفئة الذهبية وستة مراكز على الفئة الفضية نتيجة تمييزهم في تقديم الخدمة واستمرارية العمل بفاعلية بأفضل الوسائل المتاحة ترجمة نانسي قنقر